قرار العودة بالتأكيد المرحتين الابتدائية ورياض الأطفال هو مطلب أسري هو مطلب تربوي بالتأكيد هذا القرار يحتاج إلى مسؤولية تشاركية سواء من المجتمع أو حتى من الأسر وأولياء الأمور في الالتزام بالإجراءات الاحترازية من جهة في توعية الأبناء من جهة أخرى وأيضا متابعة المستمرة لهم هذا القرار من جهة أخرى من ناحية عالمية أيضا ينسجم مع استمرار التعليم الحضوري من دون انقطاع لجميع المراحل الدراسية في دول منظمة التعاون الدولي الأو إي سي دي وأيضا لدول مجموعة العشرين